اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكدت انه بالنسبة للدول القائمة خاصة كضروري وما داروش بيسير اما بيسير فيه اندخلوها الاخوان في القائمة بي قالوا لك انت من الدول القائمة بي فجوز تلقيح معه يعني تضيف معه بيسير بيسير 18 ساعة حتى الموقع البيجيكي الديبلوماسي اكدت بصريح العبارة انه بالنسبة للدول او للمسافرين من بيجيكا في الأول من قريطة الخبار قلت أنه هنا كغلط وداره بالحمر ونحط لكم حتى الموقع الإقوان التحت ونحط لكم حتى تصويره هنا أنه للمسافرين أو للقادمين من بيرجيكا إلى المغرب قصتك ضروري التجواز التلقيح المهلة تكون أسبوعين من جرعة الثانية وداره التحت أيضا أنه حاليا أو من 18 في هذا الشهر ونحط لديه دور هنا في المغرب أو غير معترف به صفحي دو بسيحر الأخوان حماني بصريح الحبارة أكد قسل المعلومات أكدوا لي حتى الأصدقاء مع هذا الصباح وحتى البارح أنه بالفعل خبر سيكون صادم بعض الشيء لبعض اللي قطعوا التذاكر ومداروش الفاكسان كما قلت أنه الخبر لم يكن في الأول كان باني ممكن كانش غلط لأنه حتى لقد دخلته ومع الموقع في الوزارة القارجية إلى المتحدث عن الإخوان هذا هو وضعه جميع الأسبوع لأن أشرح الإخوان بالإعربياء وأن هذا الحتات التجارية كما ترى يقف به صفحان تويتر على الإخوان في تغريدا تويتر أنه يحب في المعركة وفي المعركة الإخوان واضحة من شهر لأنه قائم التاسب ضروري ستلقيح أنت في المهلة النس جاء في نيهنجاروت 14 يعني الأمر بتاع في نين سيماناث أنت في خاسي عدوان خلجوا رعاني أما القئيمة بي السور خلق قئيمة بي شنو فرنسا مثلا هولندا ضلمانيا وخبل عن خاصة مويمين التقوح سابندي القئيمة بي من دس نجينا الإخوان أنا سنضروري تجاوز تلقيحكي سانين بي سيئر ان 48 ساعة ونذا الموقع الإخوان موقع وزارة الخارجية أكد هذا الشيء أكد نفس الشيء أنه مداروش بحال الأول إما جاوز تلقيح أو البيسير لا قالوا لك إجبار يعني بحالي ضروري عليك حاليا الفاكسان أو تجاوز تلقيح والمهلة ديالو بين آخر جرعات أسبوعين أو أربعة عشر يوما هذا الخبر الإخوان سيكون صادم للبعض لماذا الإخوان؟ من زي دانير بعض الإخوان قصة تذكير كانوا قطعوه اللي بي ديرهم قبل وما كانوش يتوقعوه هذا القرار اللي البارح كان نزل وغيتم تطبيق ديالو توصلت مع الإخوان في المطار قلوا يا البارح ما ردوا حتى شي واحد ولكن القرار كاين يعني ما حد أنه القرار كاين متوقع أنه البعض اللي ما داروش جاوز تلقيح بيردوها الإخوان ولا ما غيرقل ليوش يدخل الأرض الوطن أما فيما يتعلق فاللي دارو جاوز تلقيح بي نقول لهم هم يدخلوا ولكن بالنسبة للبي ضروري يضيفوا معه البي سي اير ديال تمنية وربعين ساعة وأخوان عندك جاوز تلقيح انت في الدول قائمة ببي قصتك ضروري تجيب معاك البي سي اير ديال تمنية وربعين ساعة قصتك ضروري تحليل سريع إلا لقدر الله أنت المواطن الجالية المغربية مقيمة بالخارج إلا لقدر الله القو تحليل إيجابي ستبقى عشريا هذا الشيء الذي كان لك لا يرجعك فورا في نفس الطائرة التي تأتي منها إذن وضع القرار والموضوع المغنيري للنقاش التصميم لا يتعجب القرار التصميم لا يتعجب القرار من ذلك التصميم تلقيح التصميم تلقيح نتأكد بحوّن تأكد من ذلك تصميم أفضل التصميم لا تصميم لك الحرب تقرير الحرب التصميم من أجد المليح بإضافة صفاء إضافة وفعله تطميم الهاد تصميم ومساعدة والمقرار إلا لقدرحظ التصميم حيث انه التصميم بعد ذلك أتأكد المليح رائح تحديث تنسى تلك النار ايضاك في تلك القرار ايضاك في حالة ديارة الخطوط الوطنية المغربية لتطيارة لأكدوها المعلومات لا يوجد حالة ديارة ستأكد المعلومات كانوا يقين جميع الطائرات بطاقنات القرار يجب ان الدخل في مدينة الماضيات حارة ديارة يجب ان اتجاد ترى تنسى تلك الموجودة منذ السنة ان اتصنى الشباب اكثر وانتظروا ان ينسى تلك الموضوع سأنتظر تعليقاتكم ونقاشاتكم لأن الموضوع سيكون صادم للبعض لأن الكثير من البيئة حالياً عندهم البيئة وفرحاني أنه سبانيا رجعوها للقائمة وقلت لهم أنه البارح إما هكذا إما هكذا ولكم الأخير تصلوا لي مباشرة نقول لي يتأكد راح كان قرار كنستنوش سيكون شي تعديل حالياً من خلال السور ستساعدها في الفيديو أنه القرار تقوم بإجبارية جواز نتلقيها وبالزفحة اليوتيوبر مستقبلاً سيكون قوية تدروع عن هذا الموضوع يمكن حالياً الإخوان والدجن وخسر السور نوها وخسر السور عادة متأكد خسر القباة توصل الغزائي سيضن هذا الإخوان على العشاء توصل الطلبها للإخوان مع العشاء تصل بي الأخ أو سوء للشركة غوية الديماروك قالوا لهم أكدوا له هذه المعلومات في الأول كان حتى هو يقول لي لا يقول لي ما تدير حتى شي فيديو ما قالوا هذه الخبار دي الموقع الديبلومي البلجيكي يمكن أن يكون غير إيشعة وحتى التغريدة غوية الديماروك تأكد لهم بالنسبة للقائمة فالقائمة بالإخوان فسك ضروري الفاكسا زائد بي سي أدر تنين وربعين ساعة لا شيء بحال الأولى لا ذلك ضروري الفاكسا وتضيف معها بي سي أدر تنين وربعين ساعة تمك مشال إخوان تأكد من المعلومات وأكدوا له في المطار أنه بالفعل الجواز التلقيح حالياً أصبح إجباري للجالية للدخول إلى أرض الوطن هذا هو النقاش الإخوان سأنتظر تعليقاتكم في التعليق تصبح عاماً واحداً بصد ما تصبح عاماً وكما تذهب للسؤال ما توقف السرتيكية؟ ما موالي تعليم ضروري الفاكسا وليس أدر تسعى فلذي فرضاً تجوز من التلقيح المددات الماضية بصدر سؤال من سنة ميزة برمزية يتجل على بي سي اير و نقوم بتبريده في المجلسة الرجلين في وزيزة برمزة 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 بسي اير سوف يتبقى القرارة 100 مئة حالياً حالياً وذلك سيكون بالتعديل للإخوان أعتني تقريباً لأنه الدولة الوحيدة حالياً في العالم أنه يتوضي عن إخمينا الإخوان سوف يتضغل الحلقة الأخيرة ومزوات تسهيلات ونصدفك نفس بي سي إير سوف يتضغل الفينال الفينال يعني نسلمين هو أنه الفاكسان جواز نتلقيه جواز نتلقيه خصة غشيري ضروري ليس خلق فرضاً من أن تتنشيم كمواطنين مغاربة تظاهرات احتجاجات ممي لا لي شيء من أجل أولاً من غلاء الأسعار صحيح وثانياً من أجل الجواز تلقيه يعني التعديل قزية فرضاً نحن نتلقي الجواز الصحي أغيروه بالجواز الصحي هل الجالية ستستفيد حتى من هذه الجواز الصحي بجدق الأرض الوطن؟ هذا هو سؤال مطروحة لأخوان كما قلت لأخوان كما قلت لأخوان كما قلت لأخوان وكما قلت لأخوان ومثلاً رحالات نهار السبد ومثلاً رحالات نهار السبد من إسبانيا تكونوا فرحانهم وأكدوا لأخوان وأكدوا لأخوان بإنموان وإنهم بإستعمال ومن إستعمال ينقصنات ملحة حيني من سينافها ولكن إن أطلقات بي سيناف أولا بـ بـ 72 ساعة حيني للتخناء المطار لأنتج من المطار قناتها ولمنتم تحليل سهرة لها ما هو بالله ونضخ لكم أيضًا المصادر يعني عدد في تغريدة تويتر ويضع لكم أيضًا للمؤكّع للوزارة الخارجية ويضعوني إلى ديبلومي البيلجيكي وإنجليزية لأنهم أيضًا في المطار، يفعّوني هذا الشيء وكما قلتٍا لأن الأخابر الأخوان سيكون صادم لأن الكثير من الناس لا يدرون عليهم لأن الكثير من الناس يتأكدون لأن الكثير من الناس يدخل في هذا الفيديو إذا كنت تتحين موضوع للنقاش للنقاش أنه فرضاً قوم الإخوان الجالية جواز تلقي هذا الإجباري من أجل دخول إلى أرضكم أو إلى أرض الوطن بخلاصة القول للإخوان يوذنينا الحلقة الهائية أنه صافح ومن ثم فعلنا يتساعدون أن الكثير من الأخوان يقومون بإمكانهم أن يرغب المنزل فإنهم أنهم كانوا يدخلون أنه لا لا يحتاج إلى النقاش ولكن الأفضل لأنه يجب أن يجب أن يحصل على المهل يحتاج إلى أساس 4 أجل رحلات أخرى يحتاج إلى رحلات أخرى ويحتاج إلى نقطة الصفر وهي إلغاء الرحلات بمجرد التصاص لكي نقرار ما نينينا الإخوان الله يهدي ما خلقوها الإخوان لو تنتهي الموضوع وضع الخبار الذي ندوي على الإخوان وكون على يقين أنه قبل أن يضغط فيديو أكدني الإخوان وفي انتظار الإخوان هذه هي التعديل يا رب يا رب ينظر أنت هؤلاء الجمعة يا ربي الخبار الذي ندويه نهارا قصد يسكن التعديل الإخوان منتقى يماس مرزومة أكدما الإخوان لا تغريدها تويتر وربي خبار أو مقع وزارة الخارجية الضغط يسكن التعديل منهج الضغط ويسكن للميحة أو وضع فأنتم بزنة ويسكن لذلك أكد تعديل القناس يمكن أن تكون النص يمكن أن تتفهم ملايحة ولكن تبقى طريقا أكد نص تقريبا أول دولة العالم لا تغريغ للمعلومات هذه الصحة عند الأول دولة ذي العانى منذ المغرب يفرض أن نجواز نتلقيه من أجل الدخول إلى أرض الوطن. ضمانينا الإخوان والله المستعان. إذن الإخوان نذكر تتمق فيديوه كما شارت العادة. نتبني إن شاء الله تعالى أن نناقش الإخوان جميعاً أنهارهم جميعاً ذي الموضوع منذ السنة. إذا تصنيت مثلاً أكثرين الشباب وأقنبوا جواز نتلقي حضر رجال تعاليق نواب. وتتوش أيضاً لايك. لايك فضلاً وليس عمراً. وتبارك الله خيري فينا. أني سوف نضيف نصيج من فيديو. أني سوف نقوات فعيل. ولكن تبارك الله ففيغة. ما شاء الله خسم. بالفعل تفاعلنا كي دي بلاح وعجبين حال سوى الطاست. والله جزيكم بإخياذني رابط القناة الثانية. أريد أسروا سيقت دي أول تعليق. أذف غاس فارجة كثيج اللايك. وإن شاء الله تعالى تنسي قاعد. حمد فيديو تنزيم تفرقه. أتفن تفضيسنا الإخوان. أردت العيس. أردت تفضيل فيديو. أتمنى أتمنى أن أردت تفضيل قاعد عديل. يا أرحمة الرحمن يا رب العالمين. من زي قصح وكسح صوتّص. من زي سنغي الله يثمثنا. وسنتعجي بشير حال. أنتظر تعليقاتكم. أردت تفضيل فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.